لم تكت تنسى مجزرة كلاب أبو محمود في طرابلس حتى أعادت الكرة نفسها من طرابلس إلى بلدة أرصون في المتن الأعلى انتقل الإجرام تجاه الكلاب أكثر من خمسين كلبا قتل عمدا هكذا تستقبل الكلاب المتبقية الطبيبة النسائية اللبنانية الأمريكية دان أبو الحسن صاحبة ملجأ للكلاب المشردة وعلما أن الملجأ بعيد من بيوت البلدة وطريق العام غير أن سمت من انزعج فاخترق تحام الأرض الخاصة وقتل أكبر عدد ممكن من الكلاب أول شي بلشوا يكبوا سام بعيد عن الشالتر وفي عندي كلاب بره بيحرصوا يعني الملجأ يطلق إرجين لأخيهم ميتين كلابي من وراء السام لو وصلت معهم الوقيحة تنعينا الشباب ملتمين إجوا مع بواريد لعنا وصلوا إذا فيك تشوفي هونيكي تحت وصلوا لهوني كل واحد حامل الكيس من ميلي خدمه وطقيل خدمه فيه أكله سام وبلشوا يكبوا لنا السام لجوية البيت فيه زارف أربعة أيام لأنه مقدرنا لحقناه توفى بديك تخولي تقريبا شي 52 كلاب الكلاب التي تؤويها أبو الحسن نجى معظمها من الموت مرة على الأقل لكنها لتزال تعاني تبعات التنكيل بها فمنها كلاب مشلولة ومنها كلاب كانت عرضة للدهس والرصاص وهي اليوم تجد في هذه المساحة فسحة من العطف والأمان هي أرض خاصة تعود ملكيتها إلى وزير في الحكومة الحالية التي شهدت توقيع رئيس الجمهورية على قانون الرفق بالحيوان شريدة وعثرت على من يؤويها أم مشردة في الطريق فيبدو أن مصير الكلاب واحد في لبنان وفوق كل القوانين القتل واحد أما الفن ففي أساليب الإجرام لالسعد قناة الجديد